استقبل رئيس مجلس القيادة الرياسي الدكتور رشاد محمد العليمي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور أعضاء المجلس وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرياسي بسمو الأمير خالد وهناه هو أعضاء المجلس بمناسبة الثقة الملكية بتعينه وزيرا للدفاع متمنينا للحكومة السعودية الجديدة برياسة صاحب السمو ولي العاهد الأمير محمد بن سلمان كل النجاح في خدمة بلدها وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأشاد رئيس مجلس القيادة الرياسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والمواقف السعودية الشجعة إلى جانب الشعب اليمني وقياداته الشرعية في مختلف المراحل كما جدد الثناء على جهود المؤسسات والهيئات السعودية وتطرق اللقاء إلى مسجدات الوضع اليمني والإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في المجلات الاقتصادية والخدمية والدعم المطلوب للموضي قدما في هذه الإصلاحات كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول مسار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع إبريل الماضي وفرصت جديدها في ظل استمرار خروقات الميليسيات الحوتية المدعومة من النظام الإيراني وتنصلها عن لجزاماتها بموجب الإعلان الأممي اشتركوا في القناة